لو الحالة سابتة بقالها سنين بقى خلاص بقى بقى بغير سيستم العلاق خالص يعني عارف التشخيص بتاع العلاق هو اللي بيعمل للدكتور البلان بتاعته بيدي ايه وبيعمل ايه ويبطل كان يزي اهم حاجة يا دكتورة في الموضوع كله هو التشخيص مش بس كده التشخيص المبكر للمشكلة يعني ما تتأخرش يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وشهر واثنين وثلاثة حد ما تروح في مرحلة انه العلاج بيكون ممكن يبقى صعب او العلاج يبقى مكسف او تاخد فترة اطول يعني مجرد ما تحس ان فيه خلل معين فيه ممكن العلاج يبقى لما الحالة تبقى بسيطة العلاج يبقى بسيط خلاص ممكن ألجأ لشوية كريمات وعلاجات وممكن أصاعد شوية الحالة يعني بلس الكريمات والعلاجات ممكن أعمل حاجة اسمها ناروباند ألترافايلوت اللي هو أشعبة نفسجية الحاجة الجهاز الحديث اللي طالع دلوقتي ليزر اسمه إجزايما ليزر ده ليزر عن طريق ألترافايلوت برضو ده موست ريسنت والميزة اللي فيه ان الناروباند اللي لما كنا بنعالك به المريض بتاعي هي زي قوضة أو وحدة يعني لومد خلينا نقول إضاءة كده ما بتقدرش تتحط لوكل على المكان لو في حتة إنما الحقيقة الإجزايما ليزر التطور بتاعه هو ليزر دي رقم واحدة نمبر تو إن هو لوكالايز يعني ممكن أحطه على حتة هنا على حتة هنا فأولا الاسبسيفيكيشن نكتحدد المكان أكتر أكتر أوي وبناخد من حوالي مثلا من 10 إلى 15 جلسة بنبتدي على حاجات بسيطة أبي طبعا من الدكتور هو بقى ما عنده جهازة هو اللي بيبدأ إن هو يحدد ويعمل فلان لي وستجول للبيشنت وبيجيله وبيتابع بكريمات كويس يعني هل في حد ممكن يبقى عنده هذه الإصابة بهذا المرض ممكن في فترة من الوقت معين فعلا الموضوع ده يعالج بشكل كامل ممكن بس مع مراعاة إزالة الأسباب اللي ممكن تعمل تريجرينج لحاجة زي كده يعني السترس تعرض لفترات طويلة لدوق الشمس حاجة بقى يعني هو أهم حاجة للسترس اللي هو كل الناس عايشة فيه هو أنا ممكن مع العلاج البيشنت بتاعي أو العين بتاعي يرسبوند ويبقى كويس خالص بس بعد كده ممكن لو رجع لنفس الحالة حيرد تاني ده أكيد ده طب دقاءة يا دكتورة إيسا كان الإصابة نفسها بسبب وجود مشكلة نفسية طب إذا كانت الإصابة بدون أي ضغط نفسي وهي هو وجد أنه تولد أو تولدت البنت وبدأ ينتشر في أماكن متفرقة من جسمها نفس العلاج هنا لا بيختلف لا ما احنا قلنا الحالة لو استيبت لها سيستم تاني لو أكتف يعني عمل بيكبر وبيزيد بيانشط لا قصة تانية خالص خلنا ناخد هنا وهنا لو بيانشط لو بيانشط لازم أديله جرعات معينة مكسفة من الكورتيزون عشان أعمل لميتيشن أنا بتخاف من الكورتيزون ما هو بص في حاجة الكورتيزون طبعا ليه طرق معينة يا إما حط كريم يا إما حاجات أورل يا إما حق إحنا ليه دكتورة أنا بطرح دا أنا بطرح دا لأن المشاهد هو بيتفرج إيه دا كورتيزون يبدأ يقلق على فكرة كلنا عندنا اللي هو الكورتيزون دا مضر بس خلينا نقول أنا لو هبتدي مثلا كورتيزون ما هو أنا ليه جرعات معينة بابتدي بيها كويس وليه لمتيش ليه حدود لمت معين بتحرك فيه من خلال الجرعات وبعدين أنا بدي للعين فرصة أنه يتجاوب وأشوف رد الفعل مثلا أتابع أنا مش هديه فور لايف أنا مش هديه كورتيزون فور لايف خلاص وممكن لما بدي جرعة معينة ممكن بعد فترة معينة وأنا بسحب الكورتيزون ودي أهم خطوة في علاج الكورتيزون في أي مرض مش بس البواق وأنا بسحبه أسحبه تدريجي لأننا لو وقفته مرة واحدة بعد ما أدهوله فترة طويلة ممكن يحصل مشاكل هي هنا فيه تركات معينة في العلاج كل دكتور بيبقى عارف الحالة بتاعته تشخصها طرق العلاج السيستم بيتابع ويفولو ويشوف هو هيدي جرعات قد إيه هيدي مثلا كريمات ومعها علاج الكورتيزون بالبق أو حقا أو كده البردوكول العلاجي من عيان لعيان بيختلف وده اللي بيساعد فيه إنو الحالة تبقى ستيبل تبقى مستقرة الموضوع ما ينتشرش طريقة العلاج تكون أفضل وأحسن لكن خلينا يا دكتور أبي